سألك سؤال في الأول كده على طول كده والكصص والحكايات والكلام الفني ده أبو جبل أصيب وربنا يشفيه محمد الشناوي أصيب واقترب كثيرا من العودة بس فرضا إن الشناوي ملحاشي أبو جبل طبعا إصابته غياب طويل شوية مين حارس منتخب مصر سؤال هيبقى حديث الشارع عن مصر في الأيام القادمة بالأخص إحنا بنقرب الأيام لعدة تنازل الأيام وإن كان الشناوي بيقرب جد تمام بس هنفترض أن الشناوي يعني ما كانش جاهز لحد مطش المنتخب أولا لو عودت الشناوي وسليم 100% والأمور طبعا حسمت حتى لو أي حد موجود الشناوي هو حدث مصر الأول في الفترات السابقة ومن 2018 هو حط دي على حراسة مرمى منتخب مصر في موضوع تقريبا التقفل ما بعد الشناوي ما بعد أبو جبل فيه أكتر من حالة الحالة الأولينية فيهم أن الترتيب اللي كان عليه المنتخب في التجمع الأخير كان أبو جبل المهدي عواد مصطفى شبير وده شفنا تقريبا في التغييرات اللي كان بيقوم بيها كابتل حسام حسن كان بيقوم المهدي سليمان هو اللي بيسخن المباراة كان في المنش الأخير كان عواد والمهدي هما الاتنين اللي موجودين ما كانش مصطفى إنما مصطفى بيقدي بشكل كبير جدا في بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي بيقدي بأداء أسنع عليه مش المحللين الرياضيين ولا المدربين حراس المرمى ولا المدربين الفانيين أسنع عليه الشرع الرياضي الشرع الرياضي يسني على حارس صغير بالمواصفات دي بالشكل ده لا يبقى يستحق إنه يكون موجود في منتخب مصر النقطة التانية اللي أنا من وجهة نظر إنه أنا شوفها إن كابتن حسام حسن لازم يعمل أعدة سريعة بنفسه مش حد تاني في الجهاز لا كابتن سعفان ولا حد من أعضاء الجهاز كابتن حسام حسن أعدة سريعة مع أحمد الشناوي تعالي أقول لي أنت موضوعك إيه أنت أول حد لعبت في الحراس للمدخم مصر الأول أنت فيك كل المواصفات الأوروبية لأن تكون حرس مصر المميز في كل المواصفات اللي تخلينا نراهن عليك طب أنت موضوع عندك إيه ولازم يقعد ويتكلم معاه بالمناسبة هو متقلق في الفترة أخيرة معنا ماشي بشكل كويس إنما هو أثر نفسه في فترات كتيرة جدا وضيع وقت كتير وأتمنى أن ده يحصل لأنه ده لو حصل هنعرف نكسب حارس مرمى موهوب موجود في الدور المصري وموهوب لقرى المصرية حيل بعيد عن الأعدة بعيد عن الأعدة إن دلوقتي مدارب حراس مرمى منتخب مصر وعندك ماطشين مهمين جدا في تصفات كاس العالم وما فيش محمد الشناوي وما فيش محمد أبو جبل مين يبقى حارس المرمى اللي هيلعب ولا اللي هجيبه يعني اللي هيلعب آه يعني مش من اللي هيبقى موجود معاه يعني موهوب كده هيبقى ضمن الموجودين بس إنت خلاص ده الأول بالنسبة لي أنا عندي ثقة في الفترة الحالية بشكل كبير جدا في حارسين بيمثلوا لو تتفرج على منشاطهم وتعلقاتهم وبأداءهم بنجحين بشكل كبير طبعا كنت أتمنى أن صبحي يكون موجود في حراسة مرمى نزة ملك لأن لو موجود في حراسة مرمى نزة ملك كان هيبقى في حالة نفسية كبيرة بس الصبحي بالمناسبة أصيب برضو ربنا يشفي جاله تمزه يعني بس رجع لا لا ده لسه تاني؟ لسه لسه على نوع الأسف آه يعني ده المشكلة كبيرة آه فهيحبص المصطفى شبير وهبص المحمود جاد بشكل كبير جدا ماشي ماشي لا مصطفى شبير هو الأقرب في الفترة الحالية يلعب أنه يلعب طبعا يلعب أساسي يلعب أساسي لما ليه ما دهوش ثقه أنا بيلعب مع النادي الأهلي وبيلعب تحت ضغط جماهير احنا شفنا مبراط مازمبي الأخيرة مازمبي وشارب الهداد ولا بدي أخر نسخة شفت الضغط الجماهيري اللي موجود في الملعب كان شكله إيه؟ نفس المدرجات قريبة جدا من قلب الملعب ففيه ضغط جماهير كبير جدا كان عنده سباة فعالي كراته تقريبا كلها سريمة في القرات اللي داخل الثمنتاشر بتحرك شكل كويس جدا بيلعب رجليب شكل كويس قوي لازم ما دي الثقة خلاص ما أنت بعد الجيل اللي موجود الكبير اللي هو محمد الشناوي محمد أبو جبل أحمد الشناوي المجموعة الكبيرة اللي موجودة فيه الجيل المنتخب الأولومبي مصطفى شبير محمود جاد محمد صبحي الجيل اللي موجود ده من حقه أنه هو يكون موجود في الفترة الحالية طالما الظروف اللي بتسمع عما ترجع تبص للتاريخ القريب اللي احنا موجودين فيه مصطفى شبير كان هيلعب والناس ستعرف أن النادي الأهلي عنده جون كويس إمتى عما حصلت إصابة لمن الشناوي لمحمد الشناوي النهاردة اداله الفرصة لما طول ما محمد موجود آه في جون بيقوله كويس بيظهر في لقطة ويبعد لما دلوقتي خلاص جمهور النادي الأهلي وجمهور القرى عندهم ثقة في مصطفى شبير أن يكون موجود